هلال ولا اتحاد هما القطبان الأساسيان أكيد تختلف هو يبرر الآن نزوله للملعب واستذكر الهلال على أساس أنه أحد الأقطاب المنافسين لكن على مستوى التاريخ لا يمكن أن نسقط من أقطاب المنافسة لا الأهل ولا الاتحاد عفوا لا الأهل ولا النصر هما يظلون قيمته وكذلك يظل حال بالنسبة للشباب إذا بتقيسها مثلا من حيث الوصول للبطولات من حيث التنافس لكن الأمير ربما يكون له وجهة نظر تحترم لكن ليس في الضرورة أن نوافقه فيها هو قد يكون مثلا ما أخذها كمدخل تبريري لنزوله للملعب واحتفاله لأنه يقول لك الفوز على اتحاد لا طعم خاص لأنه هو من هلال ما قال الاتحاد بس قال الفيصلي مثلا الفيصلي ما قال عنه قطب الفيصلي لا بس أدخل على القطب لا واضح أنا معاك لكن أقصد أنا حتى لو كان ما يقصد به التبرير أو هي وجهة نظر تحترم لكن ليس في الضرورة أن نوافقه فيها الأقطاب عندنا معروفين والتنافس معروف مثلا فريق على حساب فريق صحيح المناقفات موجودة لكن في النهاية هناك تاريخ وهناك تنافس اليوم اللي بينافسك على الدور النصر الموسم قبل الموسمين كان بينافس الأهلي صح أن الهلال هو الطرف الثابت في كثير من المنافسات لكن ما يملك الحق أن يسقط معاك يبدو يديدين قيد دا بوينت مثل ما بقوله هو قال على الكارزمة ما قال على البطولات ولا أعداد البطولات قول لأ يعني الكارزمة إذا النصر ما عنده كارزمة أشكالية وهو ينافسك على البطولة مش الاتحادي ينافسك على يعني في بداية يعني الدوري على النزول قال لك بغض النصر عن موقعه لا أنا أعتقد أنه في نوع من الظلم أنك ما تحط الأهلي أو النصر ضمن الأربع الأوائل بالإضافة للشباب يعني صراحة لأنه شوف عدد البطولات شوف المنافسة راح تشوف النصر في كل خطوة إذا من البداية مختلفين بالتأكيد بالتأكيد